حدث منذ أمس عن اشتباكات هي الأولى والأعنف بين المعارضة المسلحة والنظام الأسد في دمشق معنا هنا في الستوديو الصحفي في غرفة أخبار الآن يمان شواف لآخر التطورات والشرح جغرافيا ماذا يحدث وما أهداف معارضة المسلحة لنبدأ من الأهداف ما الذي يحدث اليوم نتحدث عن تأمين جوبر القامون هذا الجسر لو تشرح لنا قليلا يمان طبعا مساء الخير وميسون لك ولكل المشاهدين هذه الخريطة شوي بتوضح المعارك اللي عم بتصير هذه الأسهم اللي نحن محددينها هون هي المنطقة اللي عم بتدور فيها المعارك هذه المنطقة هي على طبعا كراجات العباسين جوبر المامونية ملعب العباسين هذه الأسهم هي المناطق اللي كانت عم بتدور فيها الاشتباكات خلال اليومين الماضيين أهمية هذه المنطقة لو شفنا نحن هون هاي القابون هذا الساهم وهذا الساهم المنطلق من هون هي العملية اللي تم فيها السيطرة على هذا الطريق طبعا هذا هو الطريق الرئيسي للدخول للعاصمة دمشق هذا هو طريق الأتستراد هذا سيطرت عليه قوات المعارضة طبعا وفكت الحصال عن هذه المنطقة وهي منطقة القابون أهمية هذا الموضوع لو تشوفي هنا ميسون هنا في عنا عدد من السلال الجبلية هي امتداد لجبل القاسيون هذه المنطقة لو خضعت كلها لسيطرة قوات المعارضة السورية هذا يعني أنه نظام ما كان عنده غير طريق واحد هو من الجهة الثانية من دمشق اللي هي طريق بيروت فهذا الأمر رح يعطي قوة للي بقدر بيسيطر على هاي المناطق لهيك كان في مبارحة بالليل كان في محاولة للنظام أنه يعيد سيطرة على كل المناطق استعاد سيطرة على أجزاء رد خسرة اليوم الصبح شن أكتر من 150 غارة لأنه الموضوع جدا يعني خلينا نحكي نحن على شريان اقتصادي وامداد عسكري للنظام من هذا الطريق هذا يعني أن النظام فعليا نعزل عن المناطق الثانية انعزل عن قواته الموجودة في الريف اللي هي موجودة في الضمير موجودة في المناطق فهذا الأمر رح يحرج النظام لهيك نظام عم بيحاول بيشتى الوسائل أنه هو ما يسمح للمعارضة أنه هي تسيطر على هاي المنطقة لأنه أكيد لو سيطرت على هاي المنطقة وعززت وجودها هذا يعني أنه هني كتير اقتربوا نحن لما نحكي على ملعب العباسين من العصب اقتربوا من العصمة يعني نحكي على أقل من 15 كيلو متر فهني ممكن يصوروا بساحة الأموين فلذلك نظام كتير خايف ملعب العباسين لما نحكي على ملعب العباسين فنحن نحكي على حي التجارة وبعدين يعني ثلاثة أحياء ويصوروا بوسط المناطق الاستراتيجية للنظام الجولة الثانية اللي قالت عنها المعارضة اللي هي المرحلة الثانية من المعركة هذا يعني المعركة هي مراحل لهيك نظام كتير خايف ونحن نرجع ونحكي معركة الدمشق أربكت النظام لبكت النظام وكانت من محور جدا مهم ومن منطقة جدا حساسية يعني كانت قبل أسبوع تقريبا كانت المنطقة القابون وحيتشيرين منطقة محاصرة المنطقة يعني قاب قوسينا وأدنى من أنه هي تخضع لتفاهمات واتفاقيات على غرار مصار بدارية كل شاء تغير بعض المباغة التي قامت بها المعارضة المسلحة كرجال العباسيين تحت سيطرة المعارضة المسلحة للوصول لساحة العباسيين اللي هي كما قلت أول أو من الساحات الهامة ساحة الأمويين ساحة العباسيين إذا أخذوا اللي هو مرسود ناريا شارع فارس الخوري سيصلون إليها ما احتمالية أن يصلوا اليوم حتى الآن يعني من خلال تواصلي مع ناشطين على الأرض النظام كتير عم بيشن يعني هجم غارات حتى سرب من الطيران مو طيران واحد عم بيكون ميسون لأنه قلتلك النظام مستعد يدمر المنطقة كلها يتبع سياسة الأرض المحروقة وما يسمح لأنه قوات المعارضة تسيطر على هذه المنطقة هذا الموضوع ساعدوا بالأمس بأنه يستعيد بعض النقاط ولكن اليوم قالت المعارضة أنه بدأنا الجولة الثانية وسيطرت على نقاط أكتر ورصدت شارع الخوري واقتربت أكتر سيطرت على كرجال العباسيين واقتربت أكتر من ملعب العباسيين هذا يعني أنه المعارضة عرفاني تماما استراتيجي اللي يتبع النظام تبع بحلب تبع بكل المناطق لما النظام يفقد المنطقة الاستراتيجية لأله أو منطقة مهمة كان يتبع سياسة الأرض المحروقة يعني أنا بدمر كل شيء ما هيبقى حدا عايش برجع بسيطر على هذا الأمر هذا ساعدوا لساعات بالأمس ولكن ما قدر هو يصمد أنه يبقي قواته بهذه المنطقة لأنه قامت المعارضة بهجوم تاني لهيك أنا بأعتقد اليوم هي كتير معركة مهمة هي رح المين بيسيطر على هاي المنطقة رح تعطي له دفعة أقوى بإما نظام لسبة وجوده في دمشق أو إما قوات المعارضة اللي ممكن لو عملت هذا الموضوع فهذا يعني تضييق الخناق أكثر على النظام وهذا الأمر يعني من حسب بسمع من ناشطين أنه يمكن يكون له كتير يعني أبعاد على أنه هو يفك الحصار على مناطق محاصرة أو يكون تفاهمات مع النظام حتى على محادثات سياسية بالضبط حتى مناطق خارج دمشق شكرا جزيلا سنكون دائما معك للوقوف على آخر تطورات أهميتها والمراحل التي تخوضها المعارضة المسلحة يمان شواف سحفي بغرفة الأخبار شكرا